أعلنت سلطات الاسترالية رصد حالة عدوى محتملة بمرض جدري القرود وهي لمشافر عادة مؤخرا من أوروبا وذكرت إدارة الصحة بولاية نيوث ساوث ويلز أن رجلا في الأربعينيات من عمره مارض بعد عدة أيام من وصوله إلى سدن وظهرت عليه أعراض متوافقة سريريا مع جدري القرود وضفت في بيان أن الرجل وأحد المخالطين من أقاربه يخضعون للعزل في المنزل